السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من قناة مشروم السريين كل سنة وأنتم طيبين طبعا النهاردة هأريكم الفلاش التالت بداية زهور المشروم بداية زهور المشروم طبعا إحنا دلوقتي في التالت وبعد كده التالت بعديه على طول بيكون الرابع بيكون فيه حاجات بسيطة بيكون بعد كده في حاجات بسيطة بيكون بعد كده في حاجات بسيطة طبعا الشغل بسم الله ما شاء الله ما فيهوش اي مشكلة الحمد لله عندنا فيه حبات بدأت تكبر والشغل قويس ما فيهوش اي مشكلة كل الحركة اللي بتعمله بتسقي مية وتصبط التكييف وتشغل الشفات هو ده مشروع المشروب ما بتعملش حاجة يعني مش كل يوم انت بتخش بتتعب او بتعمل مجهود في مزرعة مشروب او او حاجة لأ ساعة الجمع بس اللي بتتعب شوية بيكون فيه تعب هلالك انت ساعة الجمع بتحتاج حد معاك يجمع معاك المشروب لان الموضوع صعب شوية اللي انت تجمع لوحدك الكمية دي كلها طب كتير فطبعا بتحتاج حد معاك يجمع معاك المشروب طبعا احنا بنشرح جودة الكمبوست زي ما هي بيضة ديت الحمد لله ما فيش اي امراض زهرت في الكيس الكيس كله كمام كويس اهو اهو كويس تمام اهو ماشي كويس اهو اهو طول ما هو الكمبوست طبيع كده طول ما انت ماشي كويس ما عندكش اي مشكلة في الشغل طبعا الرقع المشروع اللي انت ما بتيك تشتري كمبوست اهو لازم تعرف الكمبوست اللي هو فعلا اهو طبعا زي ما احنا غيرنا في الفيديوهات قبل كده جودته قويس لان لو جودته تعبانة طبعا هيتطلع لك امرات كتيرة والمشروب هيطلع زي الزفت تعبان وهتخسر طبعا احنا لسه دوت حبيات لسه صغيرة حبيات لسه صغيرة واهم حاجة في نقطة المشروع زي ما قلت في الفيديوهات قبل كده موضوع الرأي المية انت عاوز تنجح في مشروع زي دوت وتشتغل كويس كل اللي عليك بتجيب تكييف اهم حاجة في المشروع دوت التكييف زي ما انا اعمل كده هنا والشفاط طبعا فيه شفاط بنعمله طريقة تانية ممكن نعمله زي نظام البلونة كده مش تكون واحدة جاية الناحية دي واحدة جاية الناحية دي فكرة تانية ممكن تتعامل برضه اهم حاجة لهوا ما يجيش على المشروع بدون تكييف بدون شفاط انت كده هتشتغل تعبان في الشتا احنا ممكن نشتغل شوية نجرة تجربة من غير تكييف طبعا هتتعب طب في الصيف صيف شتا لازم يحتاج التكييف دوت والشفاط كل اللي بيحتاجه في المكان هو التكييف والشفاط طبعا الاستندات اهي الاستندات اهي ما فيش حاجة تانية غير لانت بتعمله وتجيب الحاجات دي طبعا ده الفلاش التالت اول تفرقه عليه برضه بالمرة اهوات اهوات فلاش التالت ده الفلفة التالت طبعا المشروم كل عشر دهائق بيكبر كل خمس دهائق المشروم بيكبر يعني انت ممكن بكرة الصبح تتلقى الحباء اللي هي ازا دي بقى تقدي كده كبرت بقى كبيرة كده فسبحان الله المشروم بيكبر بترافة ضيعة بيكبر بسرعة يعني حاجة غريبة سبحان الله انت ما بتتعامل مع المشروم أو الفطر بتحب المشروع جامد يعني المشروع تحس ان انت حشغل في حاجة سبحان الله بتحبها بتفرح بجيها قوي تفرح بحاجة اللي انت حشغل فيها كويسة فسبحان الله يعني المشروع من كتر انا حبيته مش عازة استغنى عنه يعني حابب في كل حاجة فيه بحبه بصراحة المشروم تخليك تغليشت واحد يشتغل وهو فرحان فيه يعني فرحان لهو شغال في المجالزة داودي طبعا ده مشروع المشروع ممكن يفتح بيت تفتح بيت وتشتغل وتأكل منه وتصرف على بيت لازم تعمل كمية كويسة تستاهل احنا كمية دي برضو مش كبيرة قوي كمية الحراكة التلشافة دي كلها في المزرعة دي عنبر صغير مش كبيرة لازم تعمل كمية اكبر من كده شوية عشان تدخل دخل العائلة شوية كبير تقدر تصرف منه فلوس حلوة فالمشروم طبعا مطلوب مطلوب في السوق والتسوية وسهل في مزارع كتيرة السوق طالب كمية كبيرة والمزارع كبيرة مش كتير ماشي فحرك انت مش هتوقف طول ما يكون عندك مشروم ما تقلقش هتسوقه هتقدر تسوقه وتقدر تبيعه هتقدر تسوقه وتقدر تبيعه طبعا كل في ناس بتبدأ تتكلمني تسألني على موضوع دراسة الجدوة للمشروع انا مقدرش اقول لك دراسة الجدوة للمشروع لان انا شغال نفسي مش شغال من غير دراسة الجدوة يعني انا بعرف بجيب كم بصرف كم بطلع كم بقدرها وبطلع مكسبي طبعا انا اقول لك دراسة الجدوة ممكن الحركة تعملها دراسة الجدوة وفي نفس الوقت يتفشل ما تنجحش وممكن تصرف اكتر مني وما تنجحش لان الركض يوقف على الخبرة يكون عندك خبرة في المشروع فحضرك لو مش عندك خبرة تسعين في المية هتخسر انا بقول يعني الموضوع مش سهل الموضوع برضو صعب شوية لازم لازم يكون عندك خبرة انا بعمل فيديوهات ليه عشان تتعلم بتعرف انا ازاي كمبوزتو كويس تعرف الموضوع ده ليه كده تعرف دي كده ليه تعرف البطموس ده ازاي تعرف ليه الحبيبة ده كده صفرة ليه زي ده كده اه ده انا شلتها بايه ده ليه كده اه بتعرف الحاجات دي كلها لانت لو عرفت الحاجات دي كلها تعلمت خلاص شفت الحاجات دي وبدأت تتعلم معلش يا جماعة هتكلم بالروس شوية لان فيه ناس معي برضو على اليوتيوب روسيين فهتكلم شوية بروسي وبعد كده هرجع لك تانية هتكلم بك عربي مرحباح ما غريبت ملتون من خلديه يزال من جزال خلال من خلديه ثم بعد فجد القرابة ثم يردون في الريد هذا تماريز بيزنج بربي هناك رسيا هناك رسيا هناك الكثير من المنشك بيزنج إذا كنت تردين بيزنج 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 لتترد من الريدك بيزنج لتفعب بيزنج بيزنج ليس كأني في أغفاء بيزنج لتفعب بيزنج بيزنج من يمكنك عيييي 5 أو 10 تن كمس تنفح لعض رقم رقم سيدي تعاني معلوم جريب هذا رقم غير في هذه القدلة حضيف جريب هذا خ palك خلصي هناITERob Steak هناك pişراء البلد هناك رقوتي هناك سان بيتربورق خلصيه خلال فعندهك attacking هذا الناس بلاحظة كبيرة أجل سنقوم بردان لقد تفعل كبير لقد ترجمة وكبير اليوم نحن نشرح الارتخاب نشرح شيئة مهمة في الفيديو بالنسبة للمشروب واللعجوم والأطفة الثالثة فلاش الثالث وهي الحبات الكبيرة ثلاثة اربعة ايام كما شرحت بالروسي ونبدأ نقطة في المشورم وبعد ذلك نستنى فلاش الرابع وممكن تستنى خامس وهي طلع المشورم والعملية تبقى مية مية لا يوجد أي مشكلة طبعا اللي يريد أن يسأل على أي شيء في نقطة الشغل طبعا نحن إن شاء الله سنحاول نعمل تعليم مجانا بإذن الله تتعلم معايا وهنطلع مباشر كل يومين ثلاثة أو كل اسبوع هنطلع مباشر فيديو وهنعلم الناس على اليوتيوب وهن في نفس الوقت نعزين نعلم عملي يعني اللي حابب يدع عملي هنبدأ أنفز أجهز دورة وأعلن عليها إن شاء الله على الجروب عندي أو على اليوتيوب العاوز يحضر يجي مجانا هيتعلم بدون أي يدفع أي فلوس أو أي مصاريف التعليم هيكون مجانا بدون أي مصاريف أو فلوس هتدفع حركة مش تدفع أي حاجة التعليم هيكون مجانا فأتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم وطبعا إحنا بنشرح بذن ما ما بخلش عليكم بمعلومة صراحة والله يعني أنا ما بخلش عليكم أي حاجة في النقطة الحركة عايز تشتغل أو متشتغلش ديت أنا بعمل حاجة لله يعني أنا مش مستني حركة يعني إيه عشان أبيع لكم بوست أنا مش عاوز أبيع كمبوست لحد أنا عاوز أعلمك كمشروع ممكن تبدأه بس مش أكثر من كده طب أنا ما ببيعش أنا ولا ببيع كمبوست عشان أعرف الناس اللي بتكلمني تكتب لي تعليقات أنا ما ببيعش كمبوست أنا زيكم بجيب شغل وببيع مشروم كل اللي بعمله اللي أنا ببيع مشروم أنا ما عنديش مزرعة كبيرة ولا حاجة أنا عندي بس بعلم تعليم اللي الحاجات اللي أنا استفدت بيها من برة في روسيا ببدأ أشرحها لكم والتعليم اللي أنا بدأت أتعلمه من ناس في روسيا ببدأ أشرحه بقول لكم بيه كمان ان شاء الله في تصوير في الروسيا في مزارع كبيرة هناك هصور لكم الشغل وهي عرفكم كل حاجة عن موضوع المشروع طبعا انا اتمنى لكم الفيديو يعجبكم واتمنى الاشتراك في القناة لو اعجبكم ولايك للقناة واسكرايب واتشيروا الفيديو على قد ما اتضاروا اللي حابب يهد تشجيع لأحمد يعني اللي عايز يشجع احمد في حاجة اللي انا اقدر اشتغل بعد كده وهصور لكم التصوير فان انت تشجعوني اعمل لكم حاجات زي كده واعرفكم طبعا انا اهريكم حاجة خطيرة دلوقتي يعني بص انا عندي كيسة هوت في بكتيريا خضرة ايوا لاحظتها بص ده هوت بكتيريا خضرة طبعا الكيسة هو فيه ماشرم كل حاجة كويس طب كده خلاص يعني انت تعتبر ادي كيسة هو فيه بكتيريا خضرة بص ده طبعا عشان الرش المية الزيادة طبعا انا ما برشش مية دي مش شن المزارع دي مش بتاعتي فهو رش مية زيادة فطبعا جابت بكتيريا خضرة المية الزيادة تعمل ازاي؟ تعمل البكتيريا دي اهي بص بينا هيا في الفيديو طريبا بكتيريا دي بكتيريا خضرة جي بسبب المية زود مية كتير المية نزلت من هنا على تحت عملت تعفن للمالسليم وعملت عفنة اتمنى الفيديو يعجبكم ولايك والاشتراك في القناة ولو اعجبكم الفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد من كناة ماشي المصرين شكرا